موسيقى حدثنا في البداية عن نشأتكم والله نشأت بالنسبة أنا كنت عندي طبيعة يعني هذه مشة رياي من طفولهم طبعا أنا علاقتي بالكل صداقتي مع الكل لم أنتمي إلى أي جهة ولا إلى حزب أو جماعات وذلك أصبح صديق الجميع بدون استثناء يعني أصبحت منحة علاقتي بالدولة علاقتي بالناس علاقتي بالشخصيات علاقتي بكل جهة علاقة جيدة بدون أن يكون أنتسب إلى جهة معينة وذلك هذه سهلت علي كل الأعمال اللي قمت بها بس سماحة الشيخ نتكلم النشأ بدايتكم يعني أين كانت ولادتك ولاية طبعا في المنامة شارع شيخ عبد الله طبعا بيوتنا كلها هنا المنطقة هذه فولادتي هنا ونشأتي هنا ودراستي كانت شرقية أيضا بعد هذا رحت أكملت دراستي في النجف سماحة الشيخ المعروف أن أنت نشأتي يتيما طبعا والدي توفى وأنا طفل سنة ونص يعني ولكن الوالدة الله يرحمك كانت هي ترعانة أنا وخواتي أيضا فأصبحنا الحمد لله في عز ولأنما كانتنا بعد هذا يعني ما نصبح كان أيتام يعني وإنما الوالد خلف لنا ما نحتاج له سماحت شيخ من الذي يشجعك على اتجاه المسلك الديني؟ هو طبعا الأخ شيخ أحمد شيخ أحمد طبعا سبقني هو وإذلك لما بعد هذا كان بينه وبين صلاة مكاتيب وهذه وإذلك يعني بعد هذا شجعني على الالتحاق وبما أن الوالد أك أكد على الموضوع بعد الوالد قال هناك جعل لنا أشياء مخصصات لمن يلتخذ دراست الدينية وإذلك أنا أصبحت لي سهلة لما انتقلت إلى النجف وأصبحت لي عائد أيضا في عدن ملك استعيش منه وبعد هذا بقيت لي كم سنة وكان شيخ أحمد كان هناك وكان شيخ صعيد أيضا مبارك موجود هناك شيخ محمد صالح هناك عدد قليل يعني لكن الحمد لله بما أنه أنا تعطت عن بلدي فأصبحوا دلين كأخوها الكل يعني نتعايش مع بعضنا البعض إلا أنت بقيت لي مدة دخلت كل تلفق أيضا من هناك وبعد هذا الحوزات العلمية أيضا بالإضافة للحوزات العلمية فبقيت لي سنوات ما شاء الله هناك يعني في قضية يعني بقيت مدة في قوم أيضا بصحبة محمد جواد مغنية ودار التبليغ بقيت لي مدة بعد ثم جئت وبدأت في العمل خلال فترة الدراسة تقريبا استغلاقات كم سنة بين قوم والنجف حوالي 15 سنة بين قوم والنجف في الأشرف كيف كانت الحياة في النجف في الأشرف نجف طبعا بلد ما يعني أمكننا نتعايش وياهم لأن بلد يعني حقيقة وجدنا الأصدقاء والأخوة والناس اللي يمكن يكون مع بعد الإنساء عن بلده ولكن يعني أصبح بديل بديل في حياتناك أخوان وأصدقاء وإذلك عشنا الحمد لله عجية طيبة يعني بعد أن نتل البحرين مسار العمل اللي ابتدأتك حقيقة لما جيت أول ما بدأنا في تكوين لجنة مكونة من طائفتين من الشيعة ومن السنة وبعد هذا لما نكونناها على أساس أنه طلبنا من الدولة أيضا أن نتكون لنا أيضا لجنة من الحكومة على أساس نتفاوض إياها على أي موضوع الله؟ موضوع الناس حاجات الناس حاجات البلد فكنا نجتمع عندي في البيت نجتمع ومع الطائفتين أيضا وبعد هذا ننتقل إلى دار حكومة أيضا لما ننتقل هناك نبقى نتفاوض في خصوحات الناس مثل من جملة شيخ عبد الله بن خالد هذا عين جواد سعد وزير جواد العريض أيضا وبعض الأشخاص كنا نجل على طاولة ونتفاوض في خصوص حاجات الناس وبعد هذا نبلغ الناس اللي يجتمعون في أحد المآتم ونبلغهم شون كان اللي قانا مع الحكومة يعني فكان حقيقة عن انسجام معنى الانسجام يعني أبرز الأشياء التي يعني أبرز الأفرازات التي خرجت من هذه اللجنة كل ذاك الوقت أشياء مقتية وين نشوف أي حاجة محتاجة إلى التفاوض وإلى التفاوض في خصوصها نتكلم عنها يعني شنو الداعي شنو الأشياء المهمة في حياتنا ذاك الوقت ما في هناك شيء معين نتكلم عنه وإنما كل ما يقتضي حاجات الناس أو هناك العلاقات أو هناك شيء محتاج للتفاهم والحديث عنها نتكلم عنها فها بالنسبة إلى عملك الاجتماعي عملك المهني شنو نشغل الشيخ في وقتها هو طبعا صلاة الجماعة صلاة الجماعة يعني في أحد المساجد في عدة مساجد هناك في المنامة مسجد الإخواجة مسجد بخميس مسجد بميرضي هذه المساجد أصلي فيها يعني بالإضافة إلى قضية بعد هذا اتجهت إلى قضية مثلا تكوين صندوق العائلة صندوق العائلة هذه طبعا عائلتنا على أساس أوجدت لها صندوق مع أبناء العمومة وأصبحنا لا نعم العائلة نفسها عائلتها العصور يعني إن أن العائلة منتشرة في أكثر من البلد نعم على المستوى المنطقة فبعد هذا بعد ما أسس هذا أسسنا صندوق المنامة أيضا صندوق المنامة أيضا جمعت الشباب والإخوان وبينت لهم على أساس نحن محتاجين لصندوق المنامة أيضا وأيضا أسس المكاتب موجودة مع الدولة يعني في خصوص تأسيسة يعني تأس الصندوق وفعلا أن قائم صندوق على أعصى مكان قبل المكتبة نوقف على موضوع الصندوق العائلة الصعوبات اللي واجهتكم في إنشاء صندوق العائلة صندوق ما فيه هناك يعني وإنما هم مساهمة من الكل هذه المساهمة حقيقة إحنا لما نساهم فيها ماليا فبعد هذا الأصل يبقى والمنفعة والفائدة تبقى للضعفة للفقرة هذا الموجود يعني كان أيام الشيخ عيسى بن علي كان أيام الشيخ عيسى بن علي لو قبله ننتقل المكتبة العامة للثقافة الإسلامية اللي أسستوها المكتبة العامة طبعا هو ما كان عندنا مكان ولكن فيه بنايت بن ضيف في المنامة عندما كملت أخذنا منها طابق واحد كامل وكنت ذاك الوقت كتب ما عدنا أيضا سافرت إلى النجف وجبت حملت كل أنواع الكتب وجبناها وفي نفس الوقت افتتاحها كان شيخ محمد بن سلمان مرحوم مرحوم شخصا نعم صاحب السمو نعم هو افتتاح وكان افتتاح عجيب يعني بالنسبة ودعينا كل الشخصيات في هذا الافتتاح والحمد لله بقت مدة يعني إلى أن تالي نقلناها في في المبنى الأوقاف القديم اللي عند القلعة فكان النشاط المكتبة كلين أصبح لماذا رفضتم تولي القضاء؟ هو على كل حال أنا طلبت القضاء ولكن تمانعت من القضاء يعني وجدت بالنسبة لأنها الابتعاد عن الموقف هذا وأكون عمل أنا وجودي بعيد عن القضاء أصبحت دائما في البيت هنا في المجلس دائما أتولى المصالحة الصلح حتى لما نجوني إلى قضية من القضاء يعني للطلاق ما حاول أطلق أحاول أسعى في المصالحة وإذلك أنا كالمت الشيخ سمو الشيخ عيسى ذاك الوقت قلت لي أنا بالنسبة أنا طبعا هوايتي هذه أنا دائما أصلح بين الناس يعني نقدر نقول سماحة الشيخ أن وجدتم في عملكم خارج القضاء أفضل من عملكم بدخول من القضاء في السعي وذلك أنا عملي عملي خارج القضاء يعني مطمئن أنا من ناحية هذه وفي نفس الوقت أصبحت يعني كل ما يكون قضية عندي حتى أنه بعض القضاء التي عجزت عنها القضاء توليتها أنا يعني بعض القضايا التي حصلت والذي هو حتى في زامن والدكم الله يرحمه حتى يقول حتى في قضايا كانت هي التبست ما أمكن يعني الحكم فيها فوجهوا لي وعملت بالمصالحة ومت بالمصالحة يعني كانت قضايا كلش كانت عويصة وبقت ليه سنوات ولكن الحمد لله لما توليت أصبحت انحلت ببساطة سماحت الشيخ كنت في المجلس الأول مجلس الشورى الأول في سنة 93 كيف تلقيت خبر التعيين طبعا في ذاك الوقت اتصل بي اسمه الشيخ خليفة الله يرحمه فرحت هناك وقعته إياه قال إحنا نبغيك على استدخل المجلس أنا كنت من أول في مداولة بين الناس أنه أنا مطلوب للقضية هذه فكنت تفتش عن قضية مسوّغ لي بحيث حتى يكون لما أدخل مطمئن من قضية فبعد هذا لما جلس مع سمو الشيخ خليفة الله يرحمه فقال لي إحنا نبغيك على استدخل فأنا في نفس الوقت قال لي كان بدأ استشير مثلا إخوان شي قلت لي شوف أنا ما عندي ما علي وصايا أنا أنا لما أقول أقول عن نفسي يعني وأنا مطمئن أنا أعطي موافقة في نفس الوقت فأعطيت موافقة في ذاك الوقت وكان عند دخولي كان أنا حقيقة في تهنئة من عنده بعد دخولي خمس صفحات جاي منها اللي على اساس يهنيني بالدخول شيخ خليفة السمو الشيخ خليفة وموجود عندي بعد هذه إذا حببتونا نشوف ترامكم يعني يعني بيين لي عن قدرة مدح في نفس الوقت وثناء وفي نفس الوقت يعني تشجيع في الموضوع هذا فكانت كلمة كانت عجيبة يعني موجود عنه حوالي خمس صفحات بالنسبة لمجل الشرش كيف كان طبيعة تعمل المجلس ذاك الوقت كان مجلس استشاري فقط يعني ما كان إليه طبعا استشاري حتى أنه حتى إحنا حوالي مثل بعض الأشخاص حجة أحمد منثور عالي أيضا دخل وراشد الزياني هالأشخاص هذي هذا وضعوا لنا في الأمام باسمنا يعني كراسة في الأمام بحيث ما حد يكون يشغلها يعني إلا عننا هذا في الجلس في الجلسات يعني ايه في الأمامية فكان يعني حقيقة حين ما دخلت وبقينا حوالي عدة دورات يعني لكن بالنسبة أنا من حين ما دخلت أصبحت رئيس لجنة مرافق العامة فأصبحت حتى اللجنة لما نكوناها من عدة أشخاص حينما نجلس للانتخابات بالتسكية أفوز بالتسكية فبقيت لي حوالي ثمان سنوات على هالحالة هذه سمعت الشيخ المجلس كان استشاري هل كان الغالب الرأي اللي يبديه مجلس الشورى يؤخذ به أم كان يعني لا والله بالنسبة أشوف يعني يؤخذ به يعني غالبا يعني أي غالبا يؤخذ بينهم خسرت لجنة المرافق العامة يعني ما كانت اللجانة الثانية مثل لجنة التشريعية ما كانت أنسب لكم كل الجهات المختصة باللجنة نتصل بالجهات حتى من نحتة الداخلية نتصل يجون ضباط وتناقشهم عن الموضوع كل ما يختص أي جهة حكومية تختص باللجنة هذه نحن نطلبها ويكون حضور يعني نقدر نقول أنك وجدت نفسك في اللجنة المرافق أنسب من اللجان الأخرى هو تقريبا أنا استحسنت هذه لأنه أشياء عملية بما أنه القضية هي تختص بحاجات النفس أكثر وذلك نؤكد عليه يعني وذلك ما استبدلتها طيلة المدة هذه اخترت أيضا في اللجنة العليا لإعداد مشروع الميثاق العمل الوطني يومها وهذه من أهم المراحل المفصلية في تاريخ البحر طبعا بالنسبة هي الميثاق كنت أيضا شيح عبدالله بن خالد أيضا طلبني بالنسبة في المكتبة وقالي طبعا عن الميثاق وهذا فأنا أيضا أبدأت موافقتي فأصبحت إحنا كنا صائصيان في شهر رمضان كان الجلسات فكنا نجلس مع الأخوة كلهم وكان أيضا براه محمدان أيضا بعض اليان بعض اليان وفي نفس الوقت شيح عبدالله بن خالد هو رئيس المجلس فكنا يعني تقدم لنا أشياء وإحنا نفادلها يعني فعلى كل حال يعني ما كانت هناك عندنا صعوبات أبدا يعني فكل الأشياء هنا أيضا خصصة وبعد لجنة خاصة للبحث عن الموضوع ثم ينقل إلينا في المجلس فكانت يعني مواقف جدا حسن يعني وكيف وجدتم يعني عمل اللجنة هل كان عمل اللجنة كان يصير بسلاسة أو كانت تواجههم صعوبات فيه لا ما فيه على كل حال يتناقشون حول المواضيع اللي يمكن يكون تقدم اليهم وفي نفس الوقت أنا طبعا ما كنت في اللجنة هاري ولكن بالنسبة حينما يقدم للمجلس مصغرة نعم كانت في لجنة مصغرة مصغرة نعم طبعا جلالة الملك قر الميثاق بدون أي تعديل عليك مثل ما جاء من عدكم يومها والله قدمي لي في نفس الوقت أعلن عنه وأيضا في بعض المواقف الميثاق لما يقدم للملك كلجنة احنا قدمنا أيضا وكان يعني الملك كان مستبشر به سماعت الشيخ بعض الميثاق يعني بقيت فترة يعني خلص خرجت من مجلس الشورى بعد الميثاق وين كان دور شيخ عبدالحسين العصفور في في هاي الفترة اللي هي من نقدر نقول من 2002 إلى 2014 لما دخل المجلس على الشوء الاسلامي أما دخلت في عدة مناسبة دخلت في البنوك الاسلامية أول ما تأسست أول ما تأسس البنك طول من عندي أيضا أدخل فيه وكان والد كم بعض موجود هناك فقضية بقينا اجتماعات متعددة وبعد هذا بقينا سنوات عديدة إلى أن تالي طبعا دخلوا بعض الأشخاص بعض ويانا بعد أيضا إلى أن تالي طول ابتنا في المؤسسة مؤسسة النقد حتى قلت لهم شوفوا شخص ثاني قالوا لها كل كل التفق على سنت تتمثلنا في مؤسسة النقد أيضا وأيضا تالي تنقلت لمؤسسة النقد أيضا فكان اجتماعنا بعد أيضا في خصوص الأحكام الشرعية سماعت الشيخ أنت من الأشخاص القلاء الذين تشرفوا بدخول الكعبة المشرفة حدثنا عن هذه التجربة طبعا أنا كنت يعني كل سنة نسافر إلى مكة ولكن أنا عندي مودة أنا أدخل الكعبة ولكن دخول كنت ألتقي مع الأشخاص الذين هم مسؤولين حتى في الفندق موجودين بعض منهم فقالي مستحيل تحصل هذا الشي دخول الكعبة فصعد في يوم الأيام قلت أن أخذت إياي سايق وداني إلى دار أمير مكة فكان اجتمعت وي النائب مع له فقلت لي والله أنا أحب أن أدخل الكعبة وإذاك وإذاك الوقت عندي جواز خاص بعد أيضا نفس الوقت قال لي أنت فأنت سكن قلت لي في فندق التوحيد فأخذ فأخذوا العنوان وحتى جيت الفندق أقول لهم أنا التقيت اليوم مع نائب الأمير فقال ما تستطيع ما تحصل لأن هذه الإجازة صعبة جدا فعلى كل حال نمت ذاك اليوم وإذا صاح التعليفون وإذا من نفس المسؤولين اللي التقت إياهم فقال لولك بطاقة جيت أخذه فأنا ذاك الوقت أوعدت السائق أن يجيني فرحنا إلى نفس المبنى هذا اللي هم فدخلت وإذا شخص مسؤول هناك قدم للبطاقة هذه من الدخول فأنا جيت وأصبحت ذاك الليلة وأصبحت الصبح فقمت واختسلت وهو السائق هذا حقيقة بالنسبة من قضية السائق هذا كان خاطب من شخص من ناس يعني في مكة ما أعطوا قالوا أنت أنت تقدم تخطب بتنا أنت شنو موقفك أنت فقال هذا مشكل هذا أنا قلت لي شوف إذا أهم النصيبك بتاخد لا تستعجل فأصبحت من الصبح اختسلت ورحت لفي مواقف مكانات عديدة في البيت للوصول إليها وبيان البطاقة هذه وداك وداك الوقت الطواف متوقفين ما عاد يطوف حول الكعبة وإنما الجنود مطوقة الكعبة فعلى كلها نحن نزلنا في القاعة في قاعة البيت وقعدنا ووقفنا هناك إلى أن تالي دخلنا داك الوقت حوالي الساعة ثمان وخمس دقائق صباحا لما دخل طبعا بما أنه موجود في البطاقة خمس دقائق بعد دخول فالواحد لما يدخل ما بدا يطلع لأنه حقيقة رمحانية عجيبة فلما دخلت صليتي للجهات كلها الجهات الكعبة جاني قال لي واحد ما خلص قلت لي بعدي فما أهل مضايقات ما في مضايقات داخل فلما خلصت ودعيت الله عزيز من جمدتها دعيت إلى هذا الشخص قال لي أبيك تدعو لي لما تدخل الكعبة لما دعيت لما دخلت وانتهى الموضوع التالي حوالي نص اللي خمس طلعت من الكعبة لما طلعت يوم الثاني اتصلت بهذا السايق يجيني حتى يوديني إلى كسوة الكعبة أيضا حتى نشوف وهذا على دبلة لابس دبلة قلت لي ها عليك دبلة قال شوف أنا اليوم وياك لا أبغي فلوس ولا أبغي شي أنا حين ما دخلت ودعيت الله عز وجل تصله وبيقول لي تعال وأنه قضيته هادي حقيقة قضية عجيبة يعني هادي في داخل الكعبة هاي دخول الكعبة كانت بعد هادي يوم الثاني رحنا الكسوة كسوة الكعبة وأيضا وقفت عند البوابة أنا وعائلتي وقلت للبوابة قل للمكتب هناك أما قل لازم يكون تكتب كتاب بعد ثلاثة يام جاء وقلت لأنت أقول لي فقال لي قال خليت فضل فتشيت وقلت لي بالأمس أنا كنت دخلت الكعبة ما قلت لي دخلت الكعبة بعد سهل إلي نادى شخص من المسؤولين قال لو شوف الشيخ مشوا إياه كل الأقسام على كسوة الكعبة سماحة الشيخ معروفة عن هذا المجلس تحديدا وعائلة الأصفور علاقة بطيدة مع القيادة السياسية حدثنا عنها هذه العلاقة وامتدادها المجلس هذا متميز بشيء يعني بكل الطواف لأنه حياتنا 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 منفتح على الكل وإذلك المجلس لما نواحد يجي يدخل يشوفه يعني الانطباع موجود هذا حتى يجي وفود من الدول يجي هنا دفعة قبل لا توصل للفندق حتى أنا أبو أحده جاني وفدي هنا وفعلا في صورة خاصة إذا تحبتون شوفونا بعض جوه هنا لوفد في نفس الوقت وقال قلت لهم حتى أنا قلت لهم تفضل لو تعشوا لأن عادة بعد الجلسات فقال شوف من المطار جينا هنا عندك فكان حقيقة الانسجام ومحبة الناس شي عجيب يعني أنا ما أتخيل يعني يعني يمتاز هذا المجلس بدون حياء تحيوز إلى جهة يعني سواء كان حكم ولي العهد سنويا يجي سمو الشيخ خليفة أيضا سنويا يجي فقضية يعني من سوى حكومي أو مستوى أهلي على كل المستويات يعني المجلس هذا مليء من كل الطواف أيضا المجلسكم أيضا مقصل إلى السبعات الدبلوماسية إلى السفراء يعني حدثنا عن زيارات السفراء إلى مجلسكم والله كشخص لما نيجي أيضا أي سفير يجي يجي ويبدأ يعني تعاطفة وإحنا أيضا نستقبلها بكل ترحيب وفي نفس الوقت نودع يعني ما في شخص معين يعني كل الجهات هذه لما نيجي أيضا نقوم لها سواء كان حتى بعض النساء سوفراء يجون مثل تركي مثلا أو فرنسي مثلا يجوا النساء أيضا نستقبلهم يعني ما في هناك شي الذي هو يمنع من استقبال الضيف يعني قلوبنا مفتوحة إلى كل الجهة أيضا العمل الديني يعني ذكرت لأن كنت في مراحلة مراحلة تبليغ تبليغ مع محمد جراد المغنية في بداية كلامه حدثني عن مراحلة العمل الديني هل كانت لك زيارات تبليغية إلى بعض المناطق والله بالنسبة لشير محمد جراد المغنية هو شخص عاش عزيز هناك في قوم وحين لأنه جاء شير محمد جراد المغنية كان سنة من سنة جاء عدنا وشاف الوضع وإذلك لما وصلت هناك أيضاً أصبحت لي على قوية قوية فأصبح يعني عندما أدخل مجلس أيضاً يشيده أيضاً وإذلك يعني أصبحت تنقلنا وصلنا رحنا سافرنا إلى الشمال أيضاً جوّلنا بعد أيضاً وعدنا إلى قوم إلى همدان والمناطق هذه فكان حتى أنه بعض العلماء جوني المكان لا أسكن فيه حتى بعض العلماء لما انطلع قال لي بالنسبة رسل وكيل ما قال لي وش محتاج لشي قال الحمد لا مو محتاج لأي شي فهل قد الاهتمام بقايا في قوم يعني بقايا كل علاقات جيدة يعني ويا سواء كان الحوزات أو كان هذا لكن ما بقيت مدة طويلة مثل نجف لا مدة قليلة ننتقل إلى المرحلة يمكن مرحلة مهمة مرحلة المجلس العادة الشؤون الإسلامية دخلت دورة عضو ودورتين الآن نائب رئيس كنت أنا في إسطنبول تركيا فاتصل الديوان تصلوا بي قالوا نحن باقي تدخل المجلس فأنا عندما جيت في نفس الوقت على الأساس يكون أنا أول ما أدخل نائب الرئيس المجيد لكن بما أنه شاحب ظل موجود ذاك الوقت وشاحب الرحمن موجود فما في النائب الثاني ما كان من القانون هذا فأنا على كل حال مو دخلي على أساس أنه منصب أو شي لكن بعد هذا لما توفى الله الرحمن الشيخ عبد الله من خالد أصبحت نائب الرئيس فقضيت يعني بطلب طبعا في ذاك الوقت يعني فبقيت ذاك الوقت انتقلت إلى أنه نائب الرئيس وأيضا اتجددوا مرة ثانية أيضا فكان يعني نتعايش سواء كان مع الرئيس أو كان مع الأمين العام أو هذا نتعايش عايش طيبة يعني الحمد لله علاقاتنا جيدة عمل المجلس يعني عمل المجلس ما هو دوطن في المجلس طبعا نجي لنا أسئلة من مجلس النيابي إلى أسئلة لما تشكل عليهم ولما تكون تختص بالناحية إسلامية ترسل إلينا ونحن نجاوب عليها هنا بالنسبة طبعا لجنتين لجنة الأحكام الشرعية ولجنة في قطر الجمعيات أنا أطعم بالنسبة وجود نائب الرئيس أيضا رئيس لجنة الجمعيات فأيضا إذا كان شي يختص وزارة العمل لما نجيهم قضية في القضية إلى علاقة بالقانون الجمعية يبعث لنا ونحن نناقشة الناقشة ثم نرسل إليهم هل كانت هل يتلقون أنتم كاستفتاءات من خارج الجهات الرسمية المجلس الأعلى نعم هل يطلب الرئيس الشرعي من المجلس الأعلى شون السلام من خارج الجهات الرسمية لا لا عشان نقتص بها القضايا بس فقط يعني يمكن يكون شخصية مثلا زيارات شخصية هذا يمكن يكون هواياتك سمحتي الشيخ نعم هواياتك هوايتي علاقتي بالناس كلها علاقتي بحبي للناس علاقتي لم يحدث في قلبي عزازة أو شيء لا ينسى هذا هذا انطلاقي من هذا المبدأ وهذا المبدأ اللي سهل عليها الحياة هذه كلها يعني أنا بالنسبة وقضيت هذه الأشياء كثير من الأشياء عملتها أشياء شخصية لمصلحة الناس بدون أن يكون هناك أطلب جزاء منه فكنت الحمدلله ما في هناك شي عايق في حياتي أبدا بما أنه أنا يعني مودتي للكل وأصبح التعامل مع الكل سهلة حياتي لم يكن شي خفي أبدا فعلا سواء كان في الكتب الطبعات أو كان بالنسبة وجودي هنا الأشياء الدروع والأوسمة كلها شي واضح نادي حياتي هي هادي ويمكن نطلعكم عليها حتى لأنه هي حياتي لم يكن شي خفي أبدا يعني كل شي للمسات في العالم الخارج ما في شي خفي أبدا حياتك الأسرية كم أفراد أبنائك وبناتك كم عدد الأولاد طبعا ستة أولاد وخمس بنات ولكن الحمدلله كنت أنا وذلك أنا لحد أمس أقول كنت أنا في مناسبة وهي سعادة هزيرة الداخلية أقول لي والأولاد الحمدلله كلهم ناس على مستوى من الفطنة ومن الفهم ومن المعرفة قال لأنك أنت أبوهم الحمدلله يعني الله أعطاني أولاد أعطاني بنات وحياتي كلها مليئة ميش أغلب لي أبدا شيء أبدا في الحياة أبدا الحمدلله كل شيء متوفر الوالد خلى في ليننا الحمدلله ما يكفينا والحمدلله نعمل حسب ما طيق اللي هنفوسنا أنا آسف على مضايقتكم يعني تعبكم وجيتكم ونشكركم حقيقة وأشكر أيضا صحيفة الوطن اللي تقوم بها الأعمال الطيبة هذه اللي هي المواقف الجيدة ونتمنى للجمع التوفيق والنجاح وحقيقة هذا يسرني وجودكم اليوم في هذا المكان وأنتم مو ضيف أنتم أصحاب مكان يعني وهذا بيتيتكم بعد ما يحتاج نحن وياكم على مستوى المحبة والإخاء ما يسرني موسيقى 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 موسيقى